بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإنه كما قلنا فيما سبق في الحلقة السابقة من أن عقود المعاملات يمكن أن توظف وفق أهدافها التي قصدها الشرع الشريف فالشرع الشريف قصد إلى أن أي ملك للإنسان هو محمي ولا يمكن الاعتداء عليه ولا يمكن الأخذ منه إلا برضى الإنسان وهذه العقود التي نتعامل من خلالها مع المال يمكن أن تنقسم إلى جملة من الأقسام عرضنا لها فيما سبق ووقفنا عند هذا التقسيم الذي يقول بأن من العقود ما يمكن أن يستثمر به المال ومن العقود ما لا يمكن أن يكون إلا في إطار الحاجة التي تكون للناس أن يعانى به الناس من خلاله فشرعت العقود للمعونة وتؤدي دوراً اجتماعياً كبيراً في رفع حاجات الناس من ذلك تكلمنا عن عقد القرض وهو عقد محبب افتقدناه في وقتنا الحاضر كثيراً وربما تقاعث الناس عن الإقراض لأجل سلوك يمكن أن يحصل من المقترضين أو من المدينين في أيضاً أنهم لا يردوا الأموال إلى أصحابها هذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالدائن عندما أقرضك لرفع الحاجة التي أنت فيها إنما أقرضك أيضاً وهو ينتظر هذا المال في الزمن الذي حددته أنت معه فلتكن على وفاء في هذا الزمن بل إنك إذا لم تكن على قدرة من الوفاء ينبغي أن تعتذر له قبل مجيء الزمن وتقول له بأنني مدين لك بكذا وكذا وأحسن الله إليك من العبارات ومن الجمل الرقيقة التي فيها مجاملة وفيها حسن خلق لأنك ستتفق في هذه الحالة مع هذا الكلام الجميل عندما تقول له إنني في حاجة ماسة وليس عند القدرة في أن يوفي الدين في وقته فأرجوك أمهلني بعض الوقت والقرآن الكريم يقول لك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأنت صدق خير لكم فالقرآن الكريم يرشدك إلى محاسن الأخلاق يرشد هذا المدين في أن يقول الصدق وأن لا يدعي كذباً ويقول أنا معسر وهو ليس معسراً إذا كان صادقاً على هذا النحو وهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى الطرف الآخر الدائن عليه أن يرفق به ويستجيب لمطلب ويقول أنظرتك ودون مقابل لأن الإنظار يضاعف أيضاً الأجر عند الله سبحانه وتعالى يعني أنت تستحق أجرك على الإقراض إلى هذا الزمن فإذا تعدى هذا الزمن لعسر لأن المدين معسر وأنت أنظرته إذن سيتضاعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى فالعلاقة علاقة ربحية أخروية وليست ربحية دنيوية لأنك لا تعلم مدى العظمة التي أنت رفعت بهذا العقد حاجة ذلك الإنسان ولذلك هذا الكلام من الدائن ومن المدين وهذه العلاقة الطيبة بينهما في الإنظار وفي الاستلطاف وفي الكلام الحسن هو ما حببه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى يعني أدى ما عليه من الديون سمحاً إذا اقتضى يعني طالب بالديون التي له على الآخرين فإذا الإنسان كان دائلاً عليه أن يتلطف وأن يرفق بالناس في مطالبته بالكلام الطيب بالكلام الهي بالكلام اللي الذي يرقق القلوب ولا يخدش المشاعر وفي الوقت نفسه فإن المدين هو الآخر مطالب بأن يكون رقيقاً رفيقاً عند الأداء وعند مطالبته بالإنظار لأنه معصر عند مطالبته بأن أن الداء ينظره مدة أخرى عليه أن يكون لطيفاً رقيقاً سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى وعلى هذا النحو فإن هذا العقد بهذه الأخلاقيات المحفوفة بعقد القرض إذا كان الأمر كذلك فإنه بلا شك سيؤدي دوره الحقيقي في المجتمع وسيكون عوناً على قضاء حوائج الناس وفقنا الله سبحانه وتعالى ورزقنا التقوى والعمل الصالح ووفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم